أكثر من خمسة آلاف متنافس من أكثر من سبع وخمسين دولة تنافسوا للحصول على لقب بطل العالم في لعبة البوكيمون في مسابقة عالمية أقيمت في لندن البوكيمون هي عبارة عن مسابقة للعب الورق عليها شخصيات الكرتون الشهيرة وتتألف من عدة مستويات وتعتبر منافسة تيكتيكية على أعلى مستوى ويؤكد اللاعبون أنها معقدة وصعبة مثل الشاترانج وملئة بالاستراتيجيات الذكية وامتلأت المئات من الطاولات باللاعبين الذين يسعون للنيل من خصومهم من خلال البطاقات التي تعبر كل واحدة منها على مستوى معين وقوة معينة بحسب الشخصية وفي النهائيات فاز شاب أمريكي يبلغ من العمر 16 عاما بكأس البوكيمون بالإضافة إلى مكافأة مالية إنه شعور رائع إنها وحدة من أكثر البطلات المرموقة لذا فإن الفوز بها أمر رائع وهذا ما كنت تطلع إليه وأحب أن أكون فائزا طوال حياتي مثل بوكيمون وفي الوقت الذي انشغل الكثير من المتنافسين بالتركيز في الفوز بالجولات استغل الكثيرون من محبي هذا الكرتون المصابقة للتباهي بمجموعات البطاقات الخاصة بوحوش البوكيمون التي جمعوها وقاموا بالمبادلة مع زملائهم ترجمة نانسي قنقر